خلال الفترة الأخيرة أكتر من حد سألنا عن السفر لأوروبا وإحنا النهاردة جايبين لك فرصة مميزة تدي لك الإقامة سنتين عن طريق لوكسنبورغ يا الصواح الفل أهلا وسهلا بك عزيزي المتابع يا رب تكون بخير زي ما قلنا في الإنترو فرصة مميزة هتدي لك الإقامة سنتين عن طريق لوكسنبورغ إيه يا لوكسنبورغ؟ لوكسنبورغ دولة من دول غرب أوروبا من ضمن الدول اللي متوسطة الدخل فيها كويس جدا ثاني حاجة دولة الفترة الأخيرة ستها زيع بشكل كبير جدا دولة بقى لها اسم كبير في وسط الدول وده لأنها بدأت تغير اتجاهها في التعامل مع المهاجرين عشان كده النهاردة جايب لك فرصة مميزة جدا تقدر تساعدك أن تأخذ الإقامة لمدة سنتين في لوكسنبورغ مقابل 80 يورو فقط هتدفعهم في الصفارة أو في القنصلية هيتطلب منك تجاهي السيفي كويس ودي خدمة بنقدر نقدمها لك في القناة عن طريق الإيميل اللي موجود في صندوق الشرح أو صندوق الوصف دلوقتي مطلوب منك تصلي على الحبيب لايك شير سبسكرايب يلا بسرعة نفتح الموقع الرسمي ونشوف إيه هي الشروط ونشوف إزاي نعمل الشروط دي بسم الله الرحمن الرحيم في البداية مش عايزين ننسى أخواتنا في السودان ولا أخواتنا في فلسطين من صالح دعاءنا ويريد تفتكرونا معاكم بدعوة طيبة من القلب لوكسنبورغ زي ما قلنا دولة من دول أوروبا فبالتالي الدولة دي هتبقى طلبة عدد معين من الموظفين بطرق معينة الدول دي عشان قاطر توظف ناس بتبقى عاملة وكالات توظيف الدول دي دول صغيرة جدا ده بيخليها دول منظمة جدا طيب إحنا لو قلنا إن إحنا عايزين نخش لوكسنبورغ هنخشها إزاي مبدأين كده إحنا فتحنا الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي طيب قالك هل أنا مؤهل للتقدم للحصول لطلب بطاقة زرقاء إيه يا البطاقة الزرقاء دي بطاقة بيكون مدة السكن أو مدة صلاحيتها في الاتحاد الأوروبي سنتين بتسمح ليك إن إنت تخش وتعيش داخل لوكسنبورغ أو داخل أي دولة في الاتحاد الأوروبي لمدة سنتين عموما هتلاقي نفسك بتاخد البطاقة دي من هولندا بس تقدر تعيش بيها في لوكسنبورغ عادي جدا دي حتة قانونية بفضل الله يمكن أنا أول حد يقولها في صناع المحتوى على السوشيال ميديا كلها يعني سعر البطاقة دي أو تكلفة البطاقة دي 80 يورو وتقدر تجددها أه تقدر تجددها برضو ب80 يورو يعني لما كل سنتين تدفع لك 80 يورو دي مش حاجة خالص كمان إنت المدة اللي بتستغرقها عشان خاطر تحصل على البطاقة دي بحد أقصى 90 يوم بحد أدنى بيبقى 21 يوم فبالتالي من 21 لتسعين هتلاقي بعض صناع المحتوى بيقولك خلال 3 أسابيع هو مش خلال 3 أسابيع هو من 3 أسابيع لتسعين يوم عشان ما تزبطش نفسك على حاجة وفي الآخر تلاقي المدة طولت معك طيب هنا بيقولي أنا عندي طريقتين طريقة أنه هو يكون فيه مهنة المهنة ديت فيها نقص أو عليها طلب كتير قوي داخل الدولة فبالتالي بتطلب مني أن أنا يكون معايا عرض بوظيفة راتبها السنوي 57 ألف يورو يعني حوالي 4000 يورو في الشهر ودي راتب عادي خالص طيب لو مهنة مفيش عليها طلب كتير بيبقى الراتب ساعتها 71 ألف يورو سنويا يعني حوالي 6000 يورو شهريا يعني دي ممكن تكون شوية تقيلة بس أو مش مستحيلة فيه وظيف معينة بتكون بتدي الراتب ده داخل أوروبا عادي خالص هو مش شرط أنه يكون راتب أساسي يا جماعة هو بيتكلم عن إجمال داخلك السنوي فبالتالي هتلاقيها سهلة معك إن شاء الله طيب هو هنا بيقول لي هل أنا مؤهل للتقدم بطلب الحصول على البطاقة الزرقاء إيه الشروط أول حاجة أن أنت يكون عندك عقد عمل ساري أو عرض عمل وظيفي للتوظيف لزاو التأهيل العالي لمدة عام واحد على الأقل يعني يكون عندك عرض عمل مؤهل ليك للتوظيف على الأقل لمدة سنة تمام إن أنت تكون تستوفي لحد الأدنى من الراتب اللي إحنا لسه أيلينه لو أنت المهنة بتاعتك محتاجة تنظيم معين أو متطلبات معينة لازم تكون عندك استفاء للمهن دي طب لو مهنة غير خاضعة المفروض تقدم مستندات تثبت استفاءك للمؤهلات المهنية للمهنة دي يعني بالبقى دي شهادة خبرة مستند صفر صالح اللي هو الباسبور يكون صالح وتسريح إقامة ساري لو أنت هتجدد وتقدم إثبات أن أنت مشترك في تأمين صحي بس كده عم باسم بس كده تعال بقى نروح للجزء اللي فيه الشغل كله أنا يا عم باسم محتاج أن أنا أقدم على الشغل هقدم إزاي أنا جايب لك وكلتين الوكلتين دول هيقدروا يسعدونا أن إحنا نلاقي job offer يساعدنا أن إحنا نكون موجودين داخل لوكسنبورغ تمام يا ريس قال لك تمام يا ريس هذه أول مؤسسة أو أول وكالة وتاني وكالة زي ما إحنا شايفين هنا بيقول لك اكمل استمارة التسجيل هندوس هنا كده هيبدأ يدخلني على الاستمارة بتاعة التجميل دي تعال أترجمها لك هنا تكتب له المنصب بتاعت تمام شكرا هو كل واحدة هيقول لك إيه تهب تروح على لينكد إن على طول وياخدوا المعلومات دي من لينكد إن ولا لأ فأنت خليك هنا على طول أول حاجة هتكتب له المنصب المطلوب اللي هي الوظيفة بتاعتك وبعدين لو في وظيفة تانية تقدر تشتغلها وبعدين هنيجي هنا هنقول له هو بيقول لك اسمك اسمك ده المفروض هتكتب فيه اسم العيلة لقبك وتحت الاسم الأول اللي هو اسمك انت يعني فوق هنا عندي اسم ده بيبقى لقب العيلة يعني مثلا اخواننا في المغرب والجزائر وتونس وأي دولة عموما بتاخد باسم العيلة أو باللقب تبقى عندهم الكنية الكنية اللي هي مثلا أنا اسم باسم محمد علي أحمد عبد المنعم هيبقى عبد المنعم ده لقب العيلة واسمي اللي هو باسم محمد علي أحمد فاحنا هنكتب له هنا لقب العيلة وتحت هنا هنكتب له اسم هنا وبعدين تاريخ الميلاد والمدينة اللي تولدنا فيها والجنسية اللي معانا وبعدين عنواننا ورمز البريد اللي هو الرمز البريدي بتاع المدينة بتاعتك يبقى عبارة عن رقم من أربع أو خمس أركام بتجيبه من على النت عادي خالص وبعدين المدينة بتاعتك ورقم التليفون ده السابت ورقم الموبايل اللي هو المتحرك اللي هو الموبايل اللي في إيدك عادي خالص لو مش معاك تليفون سابت هتكتب له رقمين موبايل والبريد الإلكتروني والاعتمالات اللي هي الشهادات بتاعتك لو فيه أي تدريب ورضه هتكتبه هنا طيب أنت بتمتلك عربية معاك ولا مش معاك لو معاك هكتب بس أنا معاك عربية ولا معاك دراجة ولا سكوتر ولا دراجة نارية لو معاك هاخد رخصة لو مش معاك هيبقى لها أحد أنا مش معاك هيبقى لها أحد في الاتنين الخبرة بقى في الوظيفة اللي أنت عايز الشغل فيها سنة ولا سنتين ولا تلاتة ولا بتكتب رقم عدد السنين بتاعت الخبرة الحد الأقصى للمساحة المطلوبة هنا أنا هكتب له أي حاجة هكتب له صفرة مثلا هكتب له مية هكتب له مليون اكتب له اي رقم بس خلي الرقم كبير يعني خلي الرقم مفتوح عشان خاطر الناس تعرف الناس تعرف تدخلك او الناس تعرف تشتغل هنا هكتب له ستة الاف تاريخ التوافر هكتب له التاريخ التوافر اقرب تاريخ ممكن يعني ممكن اكتب له من دلوقتي اوكي رقم الضمان الاجتماعي ده رقم التأمين اللي انت هتأمن على نفسك به قبل ما تسافر وبعدين هتحط هنا بتاعك وهنا هتحط الهوية بتاعتك او الباسبور بتاعك هنا بيقول لك اختار اي مؤسسة من دول هنسب هالو زي ما هي او ممكن مسلا نقول له استشارات الموارد البشرية تمام بعد اما خلصنا هنؤكد هنا كده وهنؤكد اهو واهو وبعدين هنيجي هنا هنعلم هنا احنا مجرد معلمنا هنقول له هنا يسجلي انت كده يا ريس عملت الاستمارة بتاعتك في اول وكالة تمام اوكي تاني وكالة بيبدأ هو يدي لك شوية وظائف نشرت مؤخرا طيب يا عم بسم انا الوظائف دي ما تنفعنيش ممكن نروح لاخنين هنا نقول له رسال السيرة الذاتية هنبدأ نحط له برضو الاسم واسمك الاول والبريد الالكتروني بتاعت مطلوب وظائف هنا هتختار له اول وكالة وتحط له السيرة الذاتية بتاعتك وتعلم له هنا وتقول له ارسل طلبك هو هنا بيقول لك اختار لا اوكي وتقول له ارسل طلبك طيب احنا بعد اما سجلنا في الوكالات ديت اللي بيحصل اللي بيحصل ان هو بيبدأ يجيب لي عرض عمل بعد اما يجي لي عرض عمل بابدأ اجمع الورق بتاعي كله وابدأ اطلع اخلص ورقيه عشان خاطر اسافر على خير طيب هل الفرصة ديت فرصة مميزة هي فرصة مميزة جدا هل لوكسنبورج اصلا هتقبلني انا طيب السؤال ده انا سألته لنفسي قبل ما ابدأ اشتغل على الشرح وبعدين لقيت الاجابة بسيطة قوي هي لو مش هتقبلك او مش هتقبلني او مش تقبل حد غيرنا هي ليه الوكالات ديت بدأت تشتغل هل الوكالات ديت بتشتغل عشان خاطر تضيع وقتها لا اكيد فيه ازمة او فيه مشكلة فلازم تتحل باني يكون فيه موظفين جهزين للشغل على الكلام ده وبعدين انا شفت اكتر من صانع محتوى نزل لوكسنبورج وبدأ يصور وصور مع مواطنين عرب كتير جدا يعني انا ما شاء الله لقيت مغاربة وجزائريين كتير جدا داخل لوكسنبورج ودي في حد ذاتها ميزة تخليك عارف ان انت عندك فرصة جويسة فقدم على فرصة النهاردة ولا تفقد الامل ابدا يا صديقي احنا مجات هنا خلصنا شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة